طريق محمد القاسم للمرور السريع أحد أكبر الطرق الاستراتيجية في العراق البالغ 20 كم رابطا شمال بغداد بجنوبها معرض للانهيار في أي لحظة بسبب زحف 28 مفصلا بأعمدة الجسر الرئيس عن مكانه انعدام التخطيط والتعاون بين أمانة بغداد وهيئة الطرق والجسور ووزارة الإسكان والتعمير أدى إلى التدهور الخدمي في بغداد والعراق كله هذه الثلاث دوائر المسؤولة عن شوارع العاصمة وترميم الطرق والجسور وأيضا الشوارع هي اليوم لا تمتلك الخلطة أو الوصفة التخطيطية لإسعاف العاصمة بغداد اليوم العاصمة بغداد من أسوأ المدن للعيش في العالم ورغم عملية الصيانة المتكررة للطريق من قبل أمانة بغداد وآخرها إعلان الأمانة عن إتمام ثمانين بالمئة من أعمال الصيانة والتأهيل التي بدأت بها قبل خمسة أشهر إلا أن النائب علي لبديري كشف عن وجود فساد في عمليات الصيانة المكررة لعدم وجود برلمان رقابي وانشغال الجميع بتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا أن عمليات الصيانة وهمية والهدف منها الفساد والعقود الوهمية هو الشوارع كلها خربانة شي ردي يصلحون دير يريدون يصلحون ليش من تقب عيطة بد مكان يلا يحسون أكوفة ليش هم المسؤولين المسؤولين شنو بسقوا عدوار الكرسي ما يطلع يشوف الشوارع قبل ما يوقع كل دول العالم شكوا تصليح شوارع إدامة تبليط بالليل من عشر بالليل وورا زيان إدامتها زيان هي جماعتنا إلى شغل أسبوع يسوينا ستة شهر من يقطعون الشارع لازم يسوينا بديل ويتسبب الإغلاق الجزئي لطريق محمد القاسم بفوضى مرورية خانقة وخاصة مع قرب بدء السنة الدراسية الجديدة وكان الأولى استغلال العطلة الصيفية لإجراء أعمال الصيانة حسب ما صرح به عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي وينتظر المواطن انتهاء مسلسل الترميمات والصيانة التي تطلقها أمانة بغداد بين فترة وأخرى والتي لم تسفر عن أي تحسن ملحوظ في الخدمات الأساسية ومنها طريق محمد القاسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر